هذا وقد بدأت أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول دولة فلسطين والقدس الشريف بمشاركة ممثلين عن 49 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبالغ عددها 75 دولة فلسطين والقدس الشريف هما محوراء القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا القمة تناقش تطورات الأوضاع في القدس المحتلة وسعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الديمقرافي للمدينة وطمس هوياتها العربية والإسلامية بالإضافة إلى بحث الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام ودعم المساعي الرمية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بالإضافة إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة مجديا تضييع الوقت معهم في مفاوضات من أجل المفاوضات وبخاصة بعد أن أفشلت إسرائيل كل فرص السلام منذ مؤتمر مدريد وإلى اليوم وفي كلمة أمام القمة طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سلطات الاحتلال إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية موضحا أن الصبر الدولي نفد حيال إسرائيل كجزء من المجتمع الدولي يجب أن توقف إسرائيل أنشطتها وسياستها غير القانونية في الأراضي المحتلة فورا إن أندونيسيا والعالم الإسلامي على استعداد لاتخاذ خطوات ملموسة لدفع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لفلسطين وإنهاء إجراءاتها التعسفية في القرص الشريف وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن القمة الإسلامية الاستثنائية ستركز على بحث محاولات تهويد القدس وتوفير الدعم لمنظمة الأنوروى في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال المتزايدة والتي طالت مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين وحصار سلطات الاحتلال الجائر على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر